أمه للناس بتاعت زمان يا عبدالله ناس بتاعت زمان أهلنا وجدودنا لا كانوا بيبقوا شبه بعض ولا أي حاجة وبيعيشوا والجواز بيفضل بالتلاتين ولا أربعين سنة ليه يعني اشمعنا احنا دلوقتي بقينا عايشينها بالشكة والسكينة اللي هو لازم اختار ايه وابتدي ابص في التفاصيل واشوف بيتعامل ازاي وبيعمل مع صحابه ايه ومع أمامته ايه احنا تعبنا زمان كان فين فصال وكان فين فصال بكميات كبيرة يمكن بس الاختلاف ما بين الأجيال ان الجيل الحالي عنده اكسز على المعلومات والنولدج بشكل مرعب زمان والدتي او جدتي او غيره ما كانش يقدر اصلا يقول انا عايز اتطلق او انفصل او فين هو المرأة او فين هو الراجل او مين هيسيطر على التاني او مين هيغير التاني لكن بسبب التطور الفضيع التكنولوجي واللي بقى بيسمح لأي حد ان يعمل اكسز نهاردة لو زوج على صوته على زوجته تدخل تعمل سيرش حق الزوجة ايه ولما زوجي يعلي صوته علي اتطلق ولا استنى شوية فده خلى الافكار اسرع الناس بتكتسب النولدج من على السوشيال ميديا من صاحباتهم الدايرة بقت كبيرة قوي على عكس زمان ما كانش فيه لا تواصل اجتماعي ولا السوشيال ميديا ولا الجروب بتاع اتطلقي واخلاعيه هنجوزك سيد سيد وكل الحاجات اللي كانت موجودة او اللي بقت موجودة للأسف دلوقتي اشتركوا في القناة